السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات اليوم إن شاء الله وتحت طلب العديد من الأخوات سأقدم لكم وصفة من أنجح وأسهل الوصفات لعلاج الهالات السوداء أيضا هذه الوصفة تعمل على علاج تجاعد تحت العينين ممكن أننا حتى نستعملها لكامل الوجه لعلاج تجاعد الوجه تعمل على إعطاء نظارة للوجه أيضا تساعد كثيرا لو استعملناها فوق الحاجبين وعلى الرموش تعمل على تطوير الرموش وتكثيف الحواجب أو الحاجبين وصفة سهلة وبسيطة فيها خطوتين أساسيتين ضروري جدا أننا نتبع هذه الخطوات جيدا حتى نحصل على النتائج المطلوبة إن شاء الله أيضا ضروري جدا المداومة عليها عدة مرات حتى تنجحها معنا هذه الوصفة مئة بالمئة بالنسبة للمداومة سواء هذه الوصفة أو وصفات أخرى ضروري جدا المداومة على الوصفات عدة مرات حتى نحكم على الوصفة ونقول أنها ناجحة أم لا أيضا هناك بعض النصائح يجب اتباعها لتجنب حدوث هذه الظاهرة وهي الهالات السوداء تحت العينين ضروري جدا النوم الكافي حتى لا تظهر لنا هذه العلامات لأن النوم يؤثر كثيرا التعب والإرهاق الصهر في الليل ممكن أننا ننام مبكرا ونستيقظ مبكرا هذا يساعد كثيرا على التخلص من الهالات السوداء والانتفاخ تحت العينين أيضا شرب الماء بكثرة على الأقل لترين أو ثلاث لترات خاصا بما أننا في فصل الصيف أيضا عدم استعمال الأجهزة مثل الهاتف النقال أو الجهاز الكمبيوتر كثيرا خاصة في الليل ممكن أننا نستعملها في النهار ونتجنب استعمالها في الليل هذه هي مجموعة من المصائح حتى نقلل من هذه الظاهرة قبل ما أبدأ في طريقة التحذير وعمل هذه الوصفة أتمنى منكم أحبائي دائما لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك فيها يعني الضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس وسأحاول إن شاء الله دائما إفادتكم بأنجح وأسرع الوصفات وأكيد أنتظر أراءكم وتعليقاتكم الجميلة نبدأ أول شيء في مراحل عمل هذه الوصفة الخطوة الأولى في الخطوة الأولى سنحتاج إلى كمية من الحليب السائل يكون بارد يعني بارد بشكل كبير جدا تقريبا مثلج نحتاج إلى قطع من القطن بهذا الشكل نقوم بوضع قطع القطن في الحليب البارد أو المثلج بهذا الشكل حتى تتبلل القطع جيدا نقوم بطيها بهذا الشكل ونضعها تحت العينين مكان الهالات السوداء قلت الحليب يكون بارد تماما تقريبا مثلج نضع القطع الأولى على العين الأولى والقطع الثانية بنفس الطريقة نأخذ كمية من الحليب ونقوم بمسح منطقة الحواجب ممكن أيضا أننا نمسح كامل الوجه بالحليب البارد بهذه الطريقة نترك هذه القطع من القطن تحت العينين على الأقل عشر دقائق في كل مرة إذا حسيت خاصة في فصل الصيف أنه أصبح ساخن الحليب ممكن نغمس القطع مرة أخرى في الحليب ونقوم بارجاعها إلى نفس المكان أفضل أني أكون مسترخية تماما وأقوم بهذه العملية نترك الكمادات قلت على الأقل عشر دقائق وأيضا كمية من الحليب نقوم بمسحها على الحواجب وعلى كامل الوجه بعد مرور عشر دقائق نقوم بتنظيف الوجه نغسل الوجه بالماء الدافئ نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ثم نأتي إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الماسك أو الزيوت التي استعملها تحت العينين سنحتاج أول شيء إلى زيت جوز الهند نحتاج تقريبا ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ممكن أن نضاعف في الكمية نستعمل مثلا ملعقة كبيرة ونحتفظ بها لأن هذه الوصفة ممكن نحتفظ بها عدة أيام لن يحدث لها أي شيء رائع جدا في علاج تجعيد تحت العينين والهالات وأيضا مفيدة جدا للوجه بصفة عامة ممكن أن نستعملها لكامل الوجه بالنسبة لزيت جوز الهند نستخدم هذا النوع أو النوع السائل المهم أنه تكون نوعية الزيوت التي استعملها من النوعية الجيدة ونحتاج إلى إضافة مكون ثاني وهو زيت الفيتامين أ أو الفيتامين ه الفيتامين أ أو الفيتامين ه يأتي على شكل كابسولات وأيضا ممكن أنه يكون على شكل زيت سائل في قرورة من الأحسن أني نشتري أو أشتري هذه الزيوت من الصيدلية حتى أضمن أنها تكون نوعية جيدة هناك نوع آخر من الزيوت قلت هناك نوع آخر من زيت الفيتامين ه يباع في الصيدلية يأتي ناخده فيتامين أ أو فيتامين ه 100 ميلي جرام يأتي على شكل كابسولات صغيرة بهذا الحجم إذا استعملنا هذه الكابسولات الصغيرة نستعمل اثنين منها يعني نعصر كابسولتين من هذه الزيوت نقوم بفتحها وإضافتها إلى هذا الخليط لاحظوا شكلها فيتامين ه أو فيتامين ه ممكن أني نستعمل الكابسولة بهذا الشكل هذه الكابسولة من الحجم الكبير ممكن نستعمل الكابسولة بهذه الطريقة إذا كانت الكابسولة بهذا الحجم نستعمل واحدة أو إذا كانت من الحجم الآخر نستعمل اثنين نفتح الكابسولة ونقوم بعصر محتوىها في هذا الخليط وممكن أننا نضيف مكون آخر إذا توفر عندنا وهو جال الصبار إذا توفر نضيف نصف ملعقة صغيرة من جال الصبار سواء الجاهز أو سواء الذي نقوم باستخلاصه من الورقة مباشرة إذا لم يتوفر هذا المكون ممكن أننا نستغني عليه نقوم بخلط المكونين مع بعض بهذه الطريقة حتى نتحصل على كريم بهذا الشكل بالنسبة لطريقة الاستعمال سهلة وبسيطة جدا نأخذ كمية من هذا الخليط ونقوم بتوزيعها تحت العينين نحاول أنه لا يدخل إلى داخل العينين الخليط بهذه الطريقة ونقوم بعمل مصاج يعني بنفس الطريقة جهتين نقوم بسحب الخليط إلى الأعلى بهذا الشكل نفس الطريقة بالنسبة للجهة الأخرى وممكن أننا نضع كمية من الخليط على منطقة الحواجب وتوزيعها أيضا على كامل الوجه ونقوم بعمل مصاج أو حركات دائرية بهذا الشكل بالنسبة لهذه الخطوة نقوم بعملها في الليل ونتركها لليلة كاملة وفي الصباح نقوم بتغسل وتنظيف الوجه نستمر على هذه الخلطة يوميا حتى نحصل على النتيجة المطلوبة يعني خلال ثالث أو رابع يوم ستلاحظون تغيير واضح ونتيجة إيجابية إن شاء الله هذه هي الوصفة لليوم أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل ننتظر أراءكم وتعليقاتكم شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة